السلام عليكم نجع الصنف الثاني اللي هي النباتات التي تنتج بذور اللي احنا منسميهم النباتات المنتجة للبذور وطبعا أنا شبهت النباتات الوعائية بأنهم زي الحيوانات النباتات اللي لا تنتج بذور زي كأنها تتكاثر بالولادة والنباتات اللي تنتج بذور زي كأنها تتكاثر بالبيض حرفيا طيب نجع النباتات اللي بتنتج بذور هاي النباتات اللي بتنتج بذور سبحان الذي خلق منلاحظ أنه هي نفسها أكبر مجموعة في كل النباتات ممكن أكبر من جميع النباتات اللي احنا ذكرناها فالنباتات اللي بتنتج بذور لوحدة هذا الصنف هو أكبر عدد لهيك منلاحظ أنه الله سبحانه وتعالى خلق فيه تنوع ورب العالمين أوجد نباتات تنتج بذور وهي البذور يكون رب العالمين مغلفها جواة ثمار ونسمي هاي النباتات النباتات الزهرية يكون رب العالمين خلق لها أزهر البذور رح تتم إنتاجها داخل الأزهر وهي الزهرة في أجزاء منها رح تتحول إلى ثمرة وهي الثمرة هتكون محتفظة به البذر ورح نذكرها إن شاء الله الهلاب كامل اسمه النباتات الزهرية لأنه هي أكبر عدد من كل النباتات الموجودة بينما رب العالمين أوجد نوع آخر من النباتات البذرية المنتجة للبذور هي نباتات بذورها ما بتكون داخل ثمرة يعني ما فيه ثمار تغلف البذور ولا فيه أزهر رب العالمين جعل هاي البذور بدلا ما يتم إنتاجها داخل أزهر يتم إنتاجها داخل مخاريط فالمخروط يتم فيه داخله إنتاج البذرية البذرية رح تكون جوها المخروط مش مغلفة لا بثمرة ولا بغيره لهيك بيسموه إنه بذور هذا النبات بيحكوا عنها معرات نكد سيت بذور معرات لهيك سموا النباتات اللي ما بتنتج ثمار تغلف بذورها وتغطي بذورها سموها الجمنس بيرمس النباتات معرات البذور لا تنتج ثمار وبدل الأزهر يتم إنتاج البذور جوها مخاريط والبذرية بتكون مكشوفة وفيش ثمار تغلفها بينما رب العالمين خلق نباتات اللي هي قلنا بتنتج البذور اللي احنا سميناها جوها الثمر اللي سميناها فلاورينج بلانت ولما نيجي نحكي عن الفلاورينج بلانت رح نشوف روعة رب العالمين ليش خلق هذا النبات ورح نعرف وقتها ونتأكد إنه كل إشي في هذا الكون هو مخلوق حرفيا علشان فائدتنا وعلشان سعادتنا مش فائدتنا بس سعادتنا طيب نكمل طبعا هون بقولولنا إنه اللباتات السيد بلانت في منهم نوعين جيمنو سبيرم والآنجو سبيرم أو الفلاورينج بلانت الجيمنو سبيرم معنى كلمة جيمنو سبيرم جاي من لفظ جيم دايما جيمنو أو جيم يعني معرات نيجد فلما نقول جيمنو سبيرم يعني نيجد سيد بذور معرات مرات البذور بتكون هاي البذور داخل مخاريط داخل كونز مخاريط أبرز مثال على الجيمنو سبيرم نبات اللي هو نبات السانوبر الباينوس وطبعا إله اسم علمي وإله عائلة كاملة وينتم إلها من سميع عائلة الكونيفيروفايتا وإله اسم علمي لهو الكونيفرس طيب هسا بذكروا هنا عن أنجو سبيرم بقولون أنه هي مجموعة من النباتات المنتجة للأزهار والبذور يتم إنتاجها داخل الأزهار وفي أجزاء من الأزهار رح تتحول إلى فروت إلى ثمرة تحتوي بداخلها على السيد البذرة وتكون البذرة مغلة في داخل هاي الثمرة هنعرف الحكم مش حكمة واحدة الحكم لما نيجي نحكي عن الفلاورينج بلانت طيب رح نبلش هسا ونحكي عن أبرز مثال موجود في النباتات الجيمنو سبيرمز اللي هو الكونيفر أو الكونيفيروفايتا الكونيفيروفايتا هي عائلة فايلام عائلة كاملة تحتوي أو تضم اللي هو السانوبر الباينوس وطبعا لو إجينا نطلع مباشرة على دورة حياة هذا الكائن واللي هي بتختص أو فيها شوية معلومات إلى علاقة في دورة حياة كل النباتات البذرية فلأول خليني أحكي لكم شوية معلومات عن دورة حياة النباتات البذرية ككل بعدين منيجي من نحكي عن دورة حياة الباينوس إن شاء الله تعالى اللي هو السانوبر هسا لما إحنا بلشنا بالنباتات البذرية إن كانت معرأة أو مغطاء اللي رح ندرسها إن شاء الله باللابات جاية إن شاء الله تعالى لازم نعرف سبحان الخالق إنه النباتات البذرية نفس دورة الحياة لكلنا ندرسها ولكن فيها إشي زيادة فيها تخصص أكثر طالما إنه إحنا قاعدين بنرتفع وبنرتقي بأنواع النباتات فرح نشوف تخصص أكثر طبعا هذا الموضوع هو هنا ممكن مشروح كفقرة خلينا نحكي ممكن مش واضح كثير بتلاقوه إن شاء الله تعالى بده سيه بشكل أوضح بإذن الله تعالى وكمان رح تلاقوله إن شاء الله تعالى في التلخيص بإذن الله مخطط كامل اللي فهمكم هي أكثر وأكثر إذا رب العالمين أراد طيب إحنا كنا ندرس دورة حياة النباتات العامة وشفنا هاي دورة الحياة أو هاي الصفة شفناها في النباتات الأوعائية وفي النباتات اللابثرية إنه كان أن السبوروفايت النبات البالغ بينتج أبواغ هاي الأبواغ بتروح زي كأنها كبسولة سفر بتخلي النبات يسافر من مكان إلى مكان آخر ومن ثم بتفقس هاي الكبسولة بيطلع منها شكل جديد للنبات اسمه جاميتوفايت هو بيكون مضيف تنتاج الجاميتات والتكاثر طيب هذا الكلام حلو لغايتهم ومن ثم هذا الجاميتوفايت مرات بيكون عبارة عن جسد واحد طبعا جسد الجاميتوفايت بنسميه ثلس حكينا ومرات بيكون ثلس واحد جسد واحد وهذا الجسد بيكون عليه الأكياس الآن ثريديا الذكرية والأرشيغونيا الأنثوية وممكن هذا الجاميتوفايت يكون عبارة عن خلينا نحكي جسمين شكلين ثلس جسدين وكل جسد بيكون عليه نوع مختلف من الأكياس جسد بيكون عليه الأكياس الأنثوية بنحكي عنه جاميتوفايت الأنثوي وجسد بيكون عليه الأكياس الذكرية بنحكي عنه جاميتوفايت الذكري هذا الكلام كله ياته إحنا فهمينه وعارفينه طيب وهذا الإشي إحنا شفناه مثلا لما حكينا عن ماركانتيا قلنا أنه هي مارات ممكن تكون دايشيس أو مونيشيس لما جينا نحكي عن الفيرن الخنشار شفنا كيف أنه هو مونيشيس عارفين هذا الحكي ولكن رب العالمين بالنباتات البذرية جعل النباتات البذرية ككل ما فيش جميتوفايت عليه الأكياس الذكرية والأنثوية سوى ما فيش جميتوفايت مونيشيس ما فيش جميتوفايت بايساكتشول بايساكتشول يعني ثناء الجنس نفس معنى كلمة مونيشيس يعني الذكر والأنثب على جسد واحد طيب دائما كل النباتات أو كل الجميتوفايت التي تتم إنتاجها بيكون جسد الذكر لحال والجسد الأنثوي لحال الجسد أو الجاميتوفايت الذكري بيكون عليه الأكياس الذكرية والجسد أو الجاميتوفايت الأنثوي بيكون عليه الأكياس الأنثوية هذا بنتج سبيرم وهذا بنتج الإيك البويطات طيب هذا الحكي لكل النباتات البذرية المنتجة للبدور لهيك رب العالمين أوجد لهم بدل نوع واحد من الأبواغ أوجد لهم نوعين من الأبواغ نوع من الأبواغ وظيفته يروح ينتج الجسد الذكري ونوع آخر من الأبواغ وظيفته يروح ينتج الجسد الأنثوي يعني النبات بدل ما كان ينتج كبسولة سفر وحدة اسمها أبواغ أو اسمها سبور تروح تسافر وتعطينا يا إنه جسدين يا إنه جسد فيه الذكر والأنثى سوا لا هنا صار السبوروفايت ينتج كبسولتين سفر كبسولة تروح وتعطينا جزء ذكري وجميتوفايت ذكري وكبسولة ثانية تروح وتعطينا جميتوفايت أنثوي سبحان الله طيب وطبعا الجميتوفايت الذكري هيكون فيه أنثريديا وشو راح ينتج السبير والجميتوفايت الأنثوي هيكون فيه آرشيغونيا ورح ينتج الإك طيب هذول الكبسولتين أو النوعين من الأبواغ اللي صاروا يتم إنتاجهم من النباتات البذرية خلينا نحكي العلماء قالوا بدنا نسميهم فلاحظوا أنه دائما الكبسولة أو الأبواغ اللي بتعطينا الجميتوفايت الأنثوي حجمها كبير واللي بتعطينا الجميتوفايت الذكري حجمها صغير فقالوا بناءنا الحجم رح نسميهم الكبيرة رح نحكي عنها ماكرو اللي هي الأنثوي والصغيرة رح نحكي عنها مايكرو اللي هي الذكري وصار في عنا الماكرو سبور والمايكرو سبور أو الميغا سبور خلينا نحكي في ناس ممكن نحكي لها ماكرو بس هي ميغا أصح وحسن ما هو وجود عندكم الميغا أصح فالكبيرة نحكي لها الميغا أصح من ماكرو الميغا ميغا سبور والصغيرة نحكي لها الميكرو فصار لنا الميجا سبور والمايكرو سبور الميجا سبور اللي هي الأنثوية الميكرو سبور اللي هي تعطينا الذكرية طيب ووجدوا أنه رب العالمين طبعا الميجا سبور والمايكرو سبور يتم إنتاجهم جواد سبورانجة طبعا السبورانجة اللي بتنتج الميجا سبور سموها نسبة للميجا سبور سموها ميجا سبورانجة والسبورانجة اللي بتنتج الميكرو سبور سموها نسبة للميكرو سبور سموها مايكرو سبورانجة فصار في عنا الميجا سبورانجيا وصار في عنا المايكرو سبورانجيا والميجا سبورانجيا بتعطينا أبواغ ميجا سبور والمايكرو سبورانجيا بتعطينا أبواغ مايكرو سبور طبعا لاحظوا كمان شغلة لاحظوا انه بالعادة المخروط اللي بيحمل هاي السبورانجيا أوراقه أو القطع الخشبية اللي بتكون موجودة في هذا المخروط منسميها سبوروفل نحكي لها سبوروفل بكون هيك زي قطعة خشبية صغيرة بتحمل الكيس بتحمل السبورانجا لأنه ما كان وجود السبورانجا جوه المخاريط جوه الكونز طيب فالأوراق الخشبية هاي سمناها سبوروفل هسا هاي الأوراق الخشبية مايكرو سبوروفل وإذا كانت بتحمل ميجا سبورانجا هنسميها ميجا سبوروفل طيب هيك إحنا فهمنا كيف بصير التسمية طيب نيجي على المخاريط هل يتم إنتاج السبورس الأبواغ الميجا والمايكرو في نفس المخروط وجدوا العلماء برضو لا ودلكم صار فيه تخصص يعني صار الذكر لحال الأنثى لحال صار فيه عملية فصل لقوا أنه فيه مخاريط خاصة بتكون موجودة على النبات بتنتج لنا خلينا نحكي الأبواغ الذكرية وفيه عندنا مخاريط خاصة لإنتاج الأبواغ الأنثوية طيب أو خلينا نحكي بشكل عام صار الذكر الأبواغ الذكرية لحال والأبواغ الأنثوية لحال أو المخاريط الذكرية لحال والمخاريط الأنثوية لحال فسموا المخاريط الذكرية مايكرو ستروبايلس وسموا المخاريط الأنثوية طبعا بنسميها مايكرو ستروبايلس أو ممكن نحكي لها البولين كون هنعرف ليش وسموا المخاريط الأنثوية الميغا ستروبايلس أو الأوفيوليت كون هنعرف ليش سميوها أوفيوليت كون فتخيلوا كيف حطوا لكل إشي ذكرية والشيء تنفصل الذكر عن الأنثى بشكل كامل صارت المخاريط اللي بتنتج أو صار فيه مخاريط خاصة الأشياء الذكرية مخاريط خاصة لأشياء الأنثوية صار فيه أكياس خاصة سبورانجيا خاصة جو المخاريط الذكرية بتنتج لنا أبواغ ذكرية وأكياس أو سبورانجيا خاصة جو المخاريط الأنثوية بتنتج الأبواغ الأنثوية صار فيه أوراق خاصة تحمل السبورانجيا الذكرية جو المخروط الذكري وفيه أوراق خاصة تحمل السبورانجيا الأنثوية جو المخروط الأنثوي صار فيه أبواغ خاصة ذكرية وأبواغ خاصة أنثوية والأبواغ الذكرية هتعطينا جميع تفايل ذكرية والأبواغ الأنثوية هتعطينا جميع تفايل الأنثوي طبعا كل إشي ذكرية منحط له كلمة مايكرو وكل إشي أنثوي منحط له كلمة ميجا فالستروبايلس هو المخروط الذكرية منحكي عنه مايكروستروبايلس الأنثوي ميجاستروبايلس السبوروفيل هي الأوراق هذه الخشبية اللي رح تحمل السبورانجيا الذكرية سهنحكي عنها الذكرية مايكروسبرو والانثوية ميكسبور نفس الاشي لسبور الأبواغ الذكرية مايكروسبور الأنثوية ميغاسبور والمايكروسبور هتعطينا ميل جميل توفايت الميغاسبور هتعطينا في ميل جميل توفايت الكلام طبعا هنا كلام ولكن لو رحتوا بإذن الله تعالى على الدوسية هتلاقوا مشروع بإذن الله تعالى بشكل أبسط إن شاء الله بالإضافة إنه لو رحتوا على التلخيص اللي بيكون موجود في نهاية كل لاب في نهاية هذا اللعب فيه تلخيص رحتلقوني أنا أعملكم هذا الموضوع على شكل مخطط مخطط سهل وبسيط تلخيص زي فكرة القراءة الذهنية بتسهل عليكم فهم هذا الموضوع بإذن الله تعالى طبعا رح نكمل إن شاء الله بعد معرفنا هاي التفاصيل كلها تاني جهازة نقرأ الكلام المكتوب هون بيقولولنا إنه النباتات البذرية بشكل عام بيكون عندها ظاهرة من سميها الهيتيروسبوري الهيتيروسبوري يعني زي ما حكت لكم إنه بيكون عندنا نوعين من الأبواغ وبصير في عملية فصل كامل ما بين الأبواغ الذكرية والأبواغ الأنثوية فهون بيقولولنا إنه بيصير عندنا two types of spore نوعين من الأبواغ نوع يتم إنتاجه جوات مخاريط ذكرية من سميها بولين كون أو مايكروستروبيلس وأبواغ أخرى بتكون كبيرة يتم إنتاجها داخل الميغاستروبيلس أو الأوفيوليت كون طبعا هنا بيقولونا إنه بيكون جوات المخروط الذكري جوات الأكياس الذكرية فعنا خلايا بتنتج الأبواغ من سميها المايكروسبوروسايت هاي الخلايا راح تنقسم وتعطينا المايكروسبور هتنقسم بواسطة عملية المايوسيس وتعطينا المايكروسبور بينما في المخروط الأنثوي نفس الحكاية هاي كنفعنا ميغاسبوروسايت مش مايكرو وقلونا المايكرو ذكري الميغا أنثوي ميغاسبوروسايت هاي سر الله على ميوسيس وهدي تنتجي لنا برضو certs في هيك تم إنتاج الأبواغ الذكرية والأبواغ الأنثوية كل وحدة في مخروط شكل في سبورانجيا مختلفة مفصولات عن بعض من مصدر مختلف من مايكرو سبوروسايت ومن ميكا سبوروسايت طبعا بالنهاية رح يتم المخروط اللي هو الميكا سبوروسايت أو عفوا المايكرو سبور المايكرو سبور رح تعطينا الجميلة فايت الذكري الجميلة فايت الذكري هون منسميه حبوب اللقاح بوليني كرين عشان هيك كنا نحكي عن المخروط كلاته نسميه البولينكون كمان يعني المخروط رح يكون موجود فيه حبوب اللقاح لهيك لو احنا اجينا على اي مخروط ذكري لهاي النباتات بجرد ما نلمسه بنزل منه زي تراب أصفر هذا التراب الأصفر اللي هو عبارة عن الأبواغ بعد ما أنتجت الجميلة فايت لهو حبوب اللقاح فهي حبوب اللقاح بتكون جميلة فايت طبعا بينما في الميغا سبور اللي تم إنتاجها في الأجزاء الأنثوية رح تتحول وتعطينا الفيميل جميلة فايت جميلة فايت الأنثوي طبعا الجميلة فايت الأنثوي رح يختلف اسمه ما بين النباتات معرات البذور ومغطات البذور ولكن هسا لنا نشرح عن معرات البذور اسمه الجميلة فايت الأنثوي طبعا الجميلة فايت الأنثوي رح يتم داخله رح يكون فيه موجود الأرشيغونية عادي ويتم إنتاج اللي هو البويضات البويضة بعدين حبة اللقاح اللي جميلة فايت الذكري رح تطير طيران رح تطير مع الهوى أو مع بعض الحيوانات أو مع الرياح حيوانات المهم رح تطير من الأجزاء الذكري والمخروط الذكري إلى الأجزاء الأنثوية والمخروط الأنثوي وبس تدخل للمخروط الأنثوي طبعا رح يتم مباشرة بس تصل للمخروط الأنثوي وتصل عند الجميلة فايت الأنثوي طبعا الجميلة فايت الأنثوي رح يكون محفوظ جوة علبة علبة صغيرة داخل المخروط هاي العلبة بنسميها اوفيول عشان هيك كنا نحكي عن مخروطه الانثوي اوفيوليتكن رغمت لما توصل حبة اللقاح الى هاي العلبة اللي اسمها اوفيول اللي بيكون جواتها الجاميتوفايت الانثوي وقتها رح الجاميتوفايت الذاكر ينتج جاميتاته والجاميتوفايت الانثوي ينتج جاميتاته والحيوان المنوي يروح ويعمل فرتلايزيشن للأيك وهذا الحكي كلياته وين بيصير نفس الاشي جوه الجاميتوفايت جوه الارشيغونية وكل الجاميتوفايت والارشيغونية محفوظات اساسة نقولنا جوه علبة اسمها اوفيول ما ننسى هاي المعلومة طيب بعدين بس تنتهي عملية الفرتلايزيشن هاي مباشرة العلبة الاسمها اوفيول رح تسكر ورح تتحول الى بذرة الى سيد فصار الجنين موجود جوه جاميتوفايت هاي جاميتوفايت الانثوي زي كل النباتات اللي احنا ترسناهم من قبل ولكن الجديد انه كل الجاميتوفايت رح يكون مع الزايقوت او البيضة المخصبة او الجنين الموجود داخلهم كلهم مع بعض محفوظين جوهات غرفة اسمها اوفيول رح تتحول الى بذرة الى سيد وهيكا تشكلت البذور وموجودة وين جوه المخروط الانثوي سبحان الله وهذا الكلام اللي مذكور هنا ورح تلاقوه ملخص بشكل ان شاء الله تعالى بسيط بالدوسية اذا رب العالمين اراد طبعا مهم جدا ان نشوف صور ونعرف الفرق ما بين الاتزاء الذكرية والاتزاء الانثوية فهنا مثلا لما احنا نجي نطلع على هاي الصورة مهم جدا نعرف الفرق ما بين الذكري والانثوية ان شاء الله بالدوسية رح تلاقوه صور اوضح ان شاء الله رح تلاقوه بالاول هذول الصور اللي هنه المخاريط الحقيقية شكلهم الحقيقي طبعا حتكون الصور اوضح ان شاء الله وبرده رح تشوفوا التشريح لهاي المخاريط وجينا فتحنا المخروط من النص وطلعنا عليه المخروط يعني بكون بهذا الشكل اذا كان ذكري بولنكون او مايكروستروبيلس او ممكن يكون زي هيك اذا كان في ميلكون او مايكروستروبيلس انثوي او ذكري بلش بالذكري طبعا الذكري عشان انتو تقدروا تفرقوه بالامتحان تعرفوه كويس طلعوا كيف هاي الشعيرات اللي في هاي القطع الخشبية اللي بتحمل له سبورانجوم اللي احنا سميناها سبوروفل لاحظوا كيف شكلها اول ايش نحيفة واك في وجوف سبحان الله زي الاشواك طبعا هاي بنسمي هاي هون تقريب لها هاي بنسميها زي ما حكينا المايكروسبوروفل القطع الخشبية هاي الكيس اللي بتكون محمولة على القطع الخشبية بنسميه المايكروسبورانجوم مرات بسموه البولنساك كيس حبوب اللقاح طبعا داخله شو رح يكون موجود رح يكون موجود الابواغ بعد المايكروسبور بعد ما تتحول الى جميته فايت الى حبوب اللقاح فجواته رح يكون موجود المايكروسبور اللي هي تحولت او رح تتحول الى بولنجرين فلو قلنا بولنجرين حبوب اللقاح او مايكروسبور نفس الحكاية طبعا لو جينا احنا ركزنا على شغلة لو جينا ركزنا على المخروض كامل المخروض كامل في قطع خشبية بتكون بالنص بنسميها المين اكسس المحور الرئيسي لو جينا نشوف حبوب اللقاح برضو رح تلاقوا صورة واضحة لحبوب اللقاح باذن الله هذا هو شكل حبوب اللقاح لنبات الباينوس الصناوبر لانه كل نبات الى شكل حبوب اللقاح مختلف هذا شكل حبوب اللقاح البولنجرين اللي هو جميته فايت ذكري نتج من المايكروسبور من الابواغ الذكرية ولاحظوا كيف رب العالمين خلق له زي اجنحة عشان يقدر يطير بالهوى من المخروض الذكري الى المخروض الانثوي طبعا لو جينا نشوف المخروض الانثوي منلاحظ انه نفس التفاصيل ولكن منغير بدل كلمة مايكرو ميجا يعني القطع هاي الخشبية الكبيرة منسميها الميجا سبوروفل مرات بيسموها الى اسم خاص بيحكولها أوفيوليفرس اسكيل أوفيوليفرس اسكيل يعني الاسمين صحيحات ممكن أوفيوليفرس يكون اصبط او اصح نوعا ما طبعا لو اجينا نطلعنا على هاي الأوفيوليفرس اسكيل بنهايتها في غرفة زي ما احنا شايفين هاي الغرفة اللي احنا بنسميها الأوفيول هاي تكبير لهاي الغرفة هاي الغرفة اللي احنا بنسميها الأوفيول وهذا الأوفيول الغرفة منلاحظ انه جواتها كلاشي جواتها بيكون في عنا سبورانجيوم جواتها رح ينشع عنا الجميتوفايت وجواتها رح يكون جوة الجميتوفايت في عنا الارشيقونيا مع الجميتات الانثوية مع الائك سبحان الله فهنا كاتبين لكم انه الوفيول هي تجواته الميغا سبورانجوم الميغا سبورانجوم داخلها رح ينشأ الجاميتوفايت وهي ينشأ الارشيغونيا باذن الله مع الجاميتات الانثوية هاي الجاميتات الانثوية والارشيغونيا النقطة الصودة هاي الصغيرة وهذا الفراغ كامل نعتبره عبارة عن الميغا سبورانجوم مع الجاميتوفايت طبعا لو جينا كمان نطلع على المحور هاد اللي هو المين اكسس بنسميه برضو في المخريط الانثوية ولاحظوا كيف المخريط الانثوي ما في عليه زي شفرات لأ قطع كبيرة قطع مجدلة كبيرة مش زي الشفرات ومتجهة للأسفل مش للأعلى فهي من الشغلات اللي بتخلينا نفرق ما بيح المخريط الذكرية والمخريط الانثوية هون بيحكوا عن دورة الحياة اللي أنا ذكرت لكم إياها طبعا بهذا اللاب برضو نهايته بتلاقوا فيه تلخيص إن شاء الله تعالى وبتلاقوا فيه أسئلة على هذا الموضوع إن شاء الله وبعدين هيك مكون هنا هذا اللاب كامل خلينا نحكي برضو فيه تلخيص مش بس بنهاية الموضوع اللي احنا حكيناه اليوم وأسئلة بتلاقوا بالدوسية لا فيه تلخيص كامل بنهاية كل إشي احنا درسنا بهذا اللاب وفيه إن شاء الله تعالى بيكون كمان أسئلة وفيه مخططات مهم إن كنت شوفوها وفيه برضو جداول بتسهل عليكم كمقارنة خلينا نحكي ما بين أنواع النباتات اللي احنا ذكرناها زي مثلا مقارنة ما بين البرايوفايت الهيباتوفايتا مقارنة بتفيدكم إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية